حد كان عليه كلام وكان يعني جادة الواء والآخره هو رمضان صبحي رمضان موهبة عبقرية حقيقية عنده 23 سنة قدامه عمر كبير رحلة احتراف في الخارج عقد هنا بعد انتقاله من النادي النادي بيرمتز من نوادي القوية الكبيرة اللي عاملها نتائج جيدة فرصة النهاردة نفهم ايه الحكاية وايه حكاية رمضان صبحي معانا على الهواء مباشرة اهلا رمضان ازايك اهلا نستاذ عمر ومبسوط جدا انا مع حضرتك وشكرا على الكلام الحلو دوت والحلقة تأجلت كتير بس في الاخرى انا مبسوط يعني فضلنا نطارد رمضان صبحي عشان يحكي الحكاية قبل ما نحكي الحكاية ونتكلم اكيد انت مبالح كنت متابع ماتش بيرمتز وكان نفسك تبقى مشارك لانه يعني الماتش برضو ما كانش طبيعي كان غريب يعني اكيد طبعا كان ماتش مهم البيراميد اول سنة يلعبوا كونفدرالية او افريقيا عمتا ويوصلوا الفاينال ده انا شايفه انجاز كبير اوي كنت اتمنى لهم طبعا اللي هم ما ياخدوا البطولة كانت تتبع حاجة كويسة اوي للعيبة والنادي كمان وللمسؤولين بس يعني الحمد لله اكيد من اتعلم فيه دروس انت تتعلم منها فاتمنى ان الفترة اللي جاء ان شاء الله يبقى فيه كذا بطولة ان شاء الله تدخل النادي اكيد